رئيس السيسي يعلن حزمة إجراءات اقصادية لمواجهة كورونا أكثر من 14 ألف وفاة بفاروس كورونا في العالم ثلثوها في إيطاليا ترومب يعلن حالة الطوارئ الطبية في الولايات المتضررة من فاروس كورونا الحديث عشر صباحا التساعب توقيت جليناتش موجز إخباري أتيكم من القهرة مرحبا بكم أكد رئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية انتبهت لأزمة كورونا مبكرا وأنه تم الاستعداد الجيد للأزمة وخلال لقائه بقصر الاتحادية مع عدد من السيدات المصريات من مختلف المجالات بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية أعلن الرئيس عن حزمة إجراءات اقصادية لمواجهة تدعيات فيروس كورونا وشاملات تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم البورصة وزيادة العلاوة الدورية السنوية للمعاشات لتكون 14% من السنة المالية الجديدة إلى جانب يضم علاوات الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات بالنسبة 80% من الأجر الأساسي وقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع حالة الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 56 وعن خروجهم من مستشفى العزل وفي بيانا لها أشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 74 حالة فيما تم تسجيل 33 حالة إيجابية جديدة ووفاة أربع حالات ليبلغ إجمال عدد المصابين الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس 327 حالة وأربع عشر حالة وفاة توصل حصيل الضحايا فيروس كورونا المستجد لارتفاع بالتزامن مع سعيد دول العالم لوقف تفشي المرض عبر تبني إجراءات وقائية مشددة تخطى عدد الإصابات بالفيروس حول العالم 330 ألف إصابة وارتفع عدد وفاية الفيروس إلى أكثر من 14 ألف حالة وفاة ثلثها في إيطاليا فيما وصل عدد حالة الشفاء إلى نحو 99 ألف أعلن رئيس الأمريكي حالة الطوارئ الطبية في الولايات المتضررة بفيروس كورونا وقال في مؤتمر لخلية الأزمة إن إدارته ستعمل على نشر الحرس الوطني في تلك الولايات وإنه سيتم تقديم مساعدات طبية إلى نيارك وواشنطن وكاليفورنيا خلال 24 ساعة قال رئيس الإيراني حسن روحاني إن العقوبات الأمريكية عرقلت جهود طهران لإحتواء تفاشي فارس كورونا اعتبر روحاني أن دعوات الولايات المتحدة لمساعدة إيران في مواجهة كورونا ليست إلا أكذيب كما أشار إلى رفض بلادي مساعدة الولايات المتحدة للتغلب على الفارس سجلت إيران 1685 شخص جراء كورونا قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين إنه تم تسجيل 39 إصابة جديدة مؤكدة بفارس كورونا فيما تم تسجيل 9 حالات وفاة يوم أمس مما رفع العدد الإجمال المسجل في الصين إلى 3.273 وفاة و81.272 إصابة أضافت اللجنة أن جميع الوفاية تم تسجيلها في مقاطعة هوبيب وسط الصين وأن جميعها لحالات وافدة من الخارج أعلنت وزارة الدفاع الروسي عن وصول طائرة عسكرية روسية ثانية تقل على متنها أخصائيين ومعدات مطلوبة لمكافحة فارس كورونا إلى إيطاليا وقالت الوزارة إن الطائرة وصلت مع مجموعة من المتخصصين العسكريين الروس ومعدات للتشخيص والتطهير إلى قاعدة براتيكا دو ماري الجوية في إيطاليا كانت أول طائرة شحن عسكرية روسية قد أقلعت من موسكو أمس محملة بخبراء ومعدات إلى إيطاليا لتقديم المساعدة في مواجهة فارس كورونا المستجد ولمزيد من الأخبار تابع موقعنا الإخباري وهو أكسترونيوز دوت تي في شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة